السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي والعددي عملين ايه وحش تاني جدا جدا يا ربي تكونوا لكم بخير ان شاء الله النهاردة هنحلم مع بعض التدريبات درس كيف تقوم مواطنا صالحا وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله نسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلى وسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المعين السؤال رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين تتعدد صفات المواطن الصالح ومنها المشاركة في حل المشكلات المجتمعية المواطن الذي يحرص على التواصل والتعاون مع أفراد المجتمع بيصف بإيه أبطال يصف بيه الإيجابي تؤكد الصورة المقابلة زي ما احنا شايفين الصورة اللي قدامنا بتؤكد على إيه إدراك الفرد لواجباته انتجاه مجتمع إدراك الأفراد لواجباتهم نحو مجتمعهم السؤال رقم اتنين اكمل المخطط التالي صفات المواطن الصالح مديني ثلاث نقطة والنقطة الرابعة كتب التمسك بعادات وتقاليد المجتمع صفات المواطن الصالح صفات المواطن الصالح رقم واحد هقول القيام بواجباته نحو وطنه اتنين التعرف على حقوقه والتمسك بها ثلاثة المشاركة في حل مشكلات المجتمع والنقطة الرابعة هو كاتبها لنا إيه التمسك بعادات وتقاليد مجتمعه السؤال رقم ثلاثة أكمل الرابرات التالية بكلمات مناسبة الإنسان الذي يشارك فيه المجتمع بفاعلية هو إيه مواطن صالح المواطن الصالح يرفض كل أساليب التعصب والعنف التعصب والعنف التي تؤثر بالسلبة على استقرار المجتمع رقم ثلاثة يجب على المواطن الصالح أن يؤكد عمليا على نقطة ونقطة للمجتمع الذي يعيش فيه لازم يؤكد عمليا على الولاء والانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه رقم أربعة أكتب كلمة صواب أمام الأبراء الصحيحة وكلمة خطأ أمام الأبراء غير الصحيحة رقم واحد المواطن الصالح هو الشخص الذي يعمل على تغيير عادات وتقاليد مجتمعه الإجابة خطأ رقم اتنين تبذل الدولة جهودا كبيرا لبناء الإنسان المصري وفقا لصفات مرغوب بها أو مرغوب فيها الإجابة صحيحة تعمل الدولة على تدريب المواطن الصالح على التواصل والتعاون مع الآخرين الإجابة صحيحة رقم أربعة تتيح الدولة للمواطن الصالح أن يمارس ألوانا من الأنشطة تساعده على تحويل أقواله إلى أفعال الإجابة صحيحة رقم خمسة يجب تدريب المواطن الصالح على المشاركة في تحديد المشكلات التي تواجه مجتمعه وحلها الإجابة صحيحة رقم ستة من دعائم إعداد المواطن الصالح أن يكون متعاونا متحابا مع الآخرين الإجابة صحيحة تقتصر فوائد إعداد المواطن الصالح على الشخص نفسه الإجابة خطأ على المواطن الصالح أن يعرف حقوقه فقط دون واجباته طبعا الإجابة خطأ المفروض أن المواطن صالح بيعرف حقوقه وواجباته رقم خمسة مما تفسر تبزل الدولة جهودا كبيرا لبناء الإنسان المصري ليه حبيبي بتبزل الدولة جهودا كبيرا لبناء المواطن صالح هقول إيه من أجل بناء الإنسان المصري من أجل بناء الإنسان المصري وفقا لصفات مرغوب فيها بتتطفق مع إيه تتطفق مع متطلبات المجتمع وطبيعة تطور هذا العصر رقم اتنين بما تفسر قدرة المواطن الصالح على المشاركة في النهوض بمجتمعه وحل مشكلته هقول إيه أبطال؟ هقول كده لأن المواطن الصالح ميله لأن المواطن الصالح لديه من القيم والمهارات والمعارف ما يساعده في المشاركة بفاعلية في حل قضاياه المجتمعية والنهوض به تني أبطال هقول لأن المواطن الصالح لديه من القيم والمهارات والمعارف ما يساعده في المشاركة بفاعلية في إيه فحل قضاياه المجتمعية والنهوض به رقم 6 ما الدروس المستفادة من النصيحة التالية لا تكن متكبرا بسبب علمك لا تكن متكبرا بسبب علمك ادروس المستفادة منها رقم 1 احترام حقوق الآخرين والتقبل لآراءهم احترام حقوق الآخرين والتقبل لآراءهم رقم 2 أن يكون متعاونا ومتحبا أن يكون الإنسان متعاونا ومتحبا دي الدروس المستفادة من المقولة اللي قدامنا رقم 1 احترام حقوق الآخرين والتقبل لآراءهم أن يكون الإنسان متعاونا ومتحبا رقم 7 دلل تعمل الدولة على تدريب الإنسان المصري على كيفية التواصل مع أفراد مجتمعه وحل المشكلات رقم 1 حيث الاهتمام به وإتاحة الفرص أمامه لكي يمارس ألوان من النشاط تساعد في تحويل أقواله إلى أفعال وممارسات يكون فيها سلوكه مميزا رقم 2 تدريبه على كيفية التواصل والتعاون مع أفراد مجتمعه وتحديد المشكلات والمشاركة في حلها رقم 8 يؤديها نحو المجتمع الذي يعيش فيه 2 ليعمل على القيام بواجباته تجاه وطن ومصر والنهوض به وحل مشكلاته 2 ما الأثر الناتج عن تنفيذ العبارة السابقة إهواء الأثر النجاة أو النتائج التي ستترتب على تنفيذ العبارة السابقة التي هي إيه؟ يعمل وكون مجتهدا على الدوام وفعل أكثر من ما هو مطلوب هيترتب على ذلك إيه؟ يترتب على ذلك أن الإنسان المصري سيصبح مواطن صالح قادر على أن يفيد وطنه السؤال بعد كده تبزل الدولة جهودا كبيرا من أجل بناء الإنسان المصري في دوق العبارة أجيب عما يأتي حدد دعائم إعداد المواطن الصالح في دوق العبارة اللي احنا قرناها دي الدعائم الأربعة لإعداد المواطن الصالح هقول رقم واحد ليعرف حقوقه التي يجب أن يحصل عليها واجباته ومسئولياته التي يجب أن يؤديها نحو المجتمع الذي يعيش فيه عاداته وتقاليد مجتمعه المصري والتمسك به ليعمل على القيام بواجباته تجاه وطن مصر والنهوض به وحل مشكلاته برضو لي ليكون متحليا بالصفات الحميدة شاعرا بالردع عما يؤديه من عمل لمجتمعه متمتعا بتقدير المجتمع لما يؤديه من أعمال رافضا كل أسليب الونف والتعصب التي قد تؤثر بسلبة على استقرار المجتمع المصري رقم 4 ليعيش مع الآخرين متعونا متحبا محترما حقوقهم ومتقبلا آراءهم مؤكدا بشكل عملي على انتمائه وولائه للمجتمع الذي يعيش فيه دي كده الدعائم الأربعة لإعداد المواطن الصالح رقم 2 كيف يعيش المواطن الصالح مع الآخرين كيف يعيش المواطن الصالح مع الآخرين دي النقطة الأربعة في الدعائم هقول إيه يعيش مع الآخرين متعونا متحبا محترما حقوقهم ومتقبلا آراءهم مؤكدا بشكل عملي على انتمائه وولائه للمجتمع الذي يعيش فيه رقم 10 اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين ترتكز دعائم إعداد المواطن الصالح على تحديد الصوابات والقيام بحلها تسعى الدولة إلى إعداد المواطن الصالح من خلال تعرفه على المشكلات التي يواجهها وحلها رقم 3 يستطيع المواطن الصالح العيش بسلام مع الآخرين عن طريق إيه احترام حقوقهم وتقبل آراءهم رقم 4 هناك بعد المهارات التي يكتسبها الفرد اللي يصبح مواطن صالح منها المشاركة في حل المشكلات المجتمعية السؤال رقم 11 ماهذا يحدث إذا رفض المواطن استخدام العنف في حل المشكلات اللي هيحصل يا حبيبي لو رفض المواطن الصالح استخدام العنف في حل المشكلات هقول سيؤدي ذلك إلى رقم 1 صلاح أحوال المجتمع بدون عنف بل يكون مجتمع يسوده إيه؟ يسوده التفاهم بين أفراده رقم 2 يتصف كل أفراد المجتمع بصفات المواطن الصالح تتصف كل أفراد المجتمع بصفات المواطن الصالح وبكده حبيبي نكون انتهينا من حل أسئلة درسنا النهاردة أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح ولو استفدتم الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله وألقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته